فهناك أعمال كثيرة ليوم الغدير من هذه الأعمال أولاً الغسل يستحب الغسل في يوم 18 ذو الحجة اللي هو يوم الغدير وفيه أجر كبير ثانياً الصيام ويعادل أجر 60 سنة وفي بعض الروايات أكثر لذلك لأهمية هذا اليوم الأمر الثالث صلاة ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة الحمد مرة عشر سورة التوحيد عشر آية الكرسي وعشر سورة القادة بعد الانتهاء من الصلاة على الإنسان أن يسجد شكراً لله سبحانه وتعالى لهذه النعمة لإتمام نعمة إكمال الدين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه الأمر الآخر والمهم واللي حتى يجسد بقاء هذا العيد على مدى الدهر أنه لابد من تهنئة المؤمنين بعضهم البعض الآخر بالقول الحمد لله الذي جعلنا متمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا أمة المحصومين عليهم السلام